أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الدمية التي شهدها شرق ليبيا لأسيما مدينة درنة وذلك حسب ما جاء في تقرير المنظمة الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال التي أوقعت أكثر من 3000 قتيل وفقا للسلطات وفي وقت سابق كانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت عن تشريد ملايق لعن 30 ألف شخص كما سبق للمنظمة أن قدرت نزوح 40 ألف شخص في شرق ليبيا لافتة إلى تحويل عدد من المدارس إلى ملاجئ مؤقتة لاستقبال العائلات النازحة في المناطق المتضررة من جهة أخرى يواصل عناصر الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين رغم تضاؤل الأمل في العثور على ناجين وبالتزامن مع تواصل عمليات البحث ارتفعت وطيرة المناشدات طلبا لمزيد من فرق الإنقاذ والآليات والمعدات ومع مرور الأيام يتضح حجم كارثة السيول الجارفة التي خلفت خسائر عديدة ترجمة نانسي قنقر